ولدت بعائلة فقيرة وتوقعت بنهار انك توصل للي وصلت له اليوم يعتبر محمد رمضان من الاثرياء اثرياء مصر انا اتولدت في عائلة عائلة متوسطة اغنياء النفس واغنياء الاخلاق واغنياء القناعة ودوني كنوز بتمنى ان انا اقدر اورسها لولادي وهي القناعة وهي عزة النفس والقرامة واشياء كتير جدا جدا كانوا اهلي لا يملكون غير الاشياء دي اللي مع مرور الحياة ومع الخبرات اللي قبلتها في حياتي يجوز اكون قبلت ناس بتملك المال ولكن لا تملك ما يملكه ابويا الرجل البسيط وام فقعد توصل لها المرحلة وبتعتبر حالك اليوم من اثرياء مصر اي شخص ابويا وامي ربوه يستطيع انه يكون اهم شخص على وجه القرى الارضية من يملك ما املكه من اسلحة ابويا وامي الدهاني استطيع ان اواجه اي حروب واستطيع ان اتخطى اي عقبات واستطيع ان احقق اي طموح في العالم ما دمت ورست اللي انا ورسته من ابويا امي واهمها ثقتي في ربنا يعني انا امي علمتني ان ما فيش شيء ربنا ما يقدرش يعمل ولازم يبقى عندك ثقة في ربنا فمن وانا طفل وانا باستمد ثقتي يعني كانوا مثلا اصدقائي يستغربوا ان ممكن اكون كنت لا املك المال ولا املك الشهرة ولا املك اي شيء فكانوا يقولولي انت جايب الثقة دي منين فكنت اقولهم انا مستمد هذه الثقة من ربنا انا واثق في ربنا مؤمن اه يعني واثق في ربنا وعلى يقين ان اللي خلق الامر ده وميزه وقدره ورفع من شأنه وخلنا كلنا نرفع راسنا عشان نشوفه هو اللي خلقني فانا والامر احنا ربنا اللي خلقنا احنا الاتنين اللي خلقنا واحد فما فيش مستحيل وربنا عز وجل قال انا عندي ظن عبدي بيه وقال اذا دعاني عبدي وهو ممكن بالاجابة اجابته ولكن ده مش معناه ان احنا ندعي ربنا وما نعملش ونكتهد ونخطط ونفكر قبل ما ناخد الخطوة الوعي قبل الساعة يعني كنت توقع توصل للي وصلت اللقاء لسه ما وحق والله ولا كلام برامج ولا شيء ما حققتش واحد في المية من طموحي فعرفي كتير والحلقة دي في عشرين اتنين وعشرين في سنة عشرين اتنين وعشرين وان شاء الله الجمهور يمكن يشوفها حتى بعد عمرا طويل يمكن يشوفها سنة الفين وسبعين الفين وتسعين ويقولوا فعلا كان عنده حق لما كان الفين اتنين وعشرين لوين بدك توسد الله اعلم الله اعلم يعني لا افسح عن طموح لم احققه بعد للعالمية الشخص اللي طلع على الامر الشخص اللي طلع على الامر اعتقد قبل ما يحقق طموحه لو كان قاعد معي انا وانتي وقال لنا انا بس هروح بدري عشان عندي ابحاث لان انا بفكر اطلع على الامر انا وانتي هنصخر منه وهنشوفه شخص مجنون وعبيض ولذلك بنصح جمهوري للشباب الصغير لا تفسح عن طموحك لا تفسح عن طموحك علشان يكفي كفاية العقبات اللي انت هتشوفها في الحياة وكفاية مواجهة الحياة ليك فما تخسرش حتى من المحيطين بك لان ممكن اقرب الاقربين ليك لا يستوعبوا طموحك فبالتالي تخسر دعمهم تخسر دعم من حولك